عاجل ضمار الجيش التركي إذا واجه الجيش المصري وقوات البحرية المصرية تمتلك سلاح روسي فتاك وعاجل البحرية المصرية والإسبانية يزلدان البحر الأحمر والدول العربية تصدر قرارات هامة بشأن الحرب في ليبيا وعاجل مصر تصدر قرارات جديدة بعد إلغاء حظر التجوال وعودة الحياة لطبيعتها السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مش هرفيني ومنقريني في قناتكم مصري ميديا آي إي بي يعني في البداية حابين ندعي ونقول يا رب ارفع عننا البلاء والوباء وخرجنا من فيروس كورونا على خير يا رب وبعد هذا الفيروس عن أهالينا وحبيبنا وفي البداية برضو لو أنت لسه جديد في القناة ياريت تنزل تدعمنا بالضغط على زرار اللايك أسفل الفيديو وزرار الاشتراك الأحمر أيضا عشان يجي لكم كل جديد إن شاء الله أهم الأخبار العاجلة على مطار الـ 24 ساعة واللي بيحب مصر بس هو اللي هيكتب في التعليقات تحت تحيا مصر عاوزين نعرف نوصل كم تعليق مكتوب في تحيا مصر وتعالوا ننتقل لتفاصيل أول خبر معنا القوات البحرية المصرية تمتلك سلاحا روسيا فتاك كشفت سيور نشرتها وسائل الإعلام الروسية عن امتلاك الجيش المصري وخصوصا القوات البحرية قاذف R.B.J.32 الروسي وظهر القاذف الروسي خلال أحد التدريبات العسكرية المصرية حيث يوصف أيضا بأنه قاتل الدبابات ويتميز باستخدام نوعين من القنابل بعيار 72.5 ملي ومية وخمسة ملي وكشفت وسائل الإعلام الروسية أن مصر قامت باستيراد هذا السلاح من شركة جادارة الأردنية للمعدات والأنظمة الدفاعية حيث يطلق عليها اسم هاشم ومحمولة على المنصات المتحركة والعربات المضرعة لتصبح مصر أول دولة تمتلك مثل هذا السلاح في الشرق الأوسط ويعتبر قاذف R.B.J.32 هاشم من القوازف متعددة العيارات والفريدة وهو قادر على تدمير معظم أنواع المضرعات والدبابات الحالية وغيرها من المنشآت العسكرية كما تعتبر قوازف R.B.J.32 من أسلحة الجيل الجديد ذات الميزات المتقدمة على غيرها من نمازج الأسلحة المشابهة في العالم المصدر كان من صحيفة RT وتحية مصر وقلونا رأيكم في التعليقات تحت أسفل الفيديو منتظر تعليق حضراتكم عن هذا الخبر الهام ولو حضرتك جد لجزء ده من الفيديو نسيت تعمل لايك واشتراك في القناة ريت تنزل تدعمنا بالضغط على زرار اللايك أسفل الفيديو وزرار الاشتراك الأحمر وتعالوا بقى ننتقل لخبر تاني معانا في منتهى الأهمية وعاجل ضمار الجيش التركي إذا واجه الجيش المصري قال الباحث العسكرية المصري محمد الكناني إنه في حال افتراض مواجهة عسكرية بين مصر وتركيا على خط سرط الجفرة أو شمال الشريط الساحلي الليبي فإنها ستسبب للجيش التركي خسائر كبيرة وأشار الباحث المصري إلى أن الجانب التركي هو من سيستنزب بريا وبحريا وجويا وذلك نظرا لطول المسافات التي سيضطر من خلالها إلى تأمين خطوط الإمداد والتموين والدعم اللوجستي بواسطة قواته البحرية والجوية وبتكلفة مالية مخيفة وأضاف أن كل ذلك أمام قوات بحجم وقدرة وخبرة قوات المسلحة المصرية التي ستقاتل قرب سواحلها وأراضيها ومجالها الجوي وفي بيئة مألوفة وصديقة تمثل عمقا استراتيجيا مباشرا لها شرق ووسط ليبيا مما يوفر لها إمكانية تشكيل خطوط دفاعية متشابكة ومتكاثفة متعددة المستويات والطبقات تسمح لها بالتمركز والمناورة والتحرك بأفضلية هائلة لاستنزاف الجانب التركي وأجره في جماء محكمة وتجبيد خسائر فادحة ونوها بأن الجيش المصري سيكون له قدرة فائقة ومتقدمة على تعويض الخسائر وتأمين خطوط الإمداد والدعم اللوجستي وعلى مسافات أقصر كثيرا مما هي عليه لدى الجانب التركي مما يزيد من صعوبة المهمة على البحرية والطيران التركيين أنهما لن يكون قادرين أبدا على حجد كل إمكاناتهما القتالية أمام قوات المصرية نظرا للحاجة الماسة لحماية المجال الجوي التركي والسواحل الممتدة على البحر المتاصط إيجا ومرمرة والبحر الأسود وكذا تأمين خطوط الإمداد والتموين الجوي والبر من تركيا إلى ليبيا لمسافة تتراوح ما بينه 1500 و2000 كيلو متر وأمام عدو رئيسي وهو اليونان وهذا ما يعرفه ويدركه الجانب التركي جيدا وتابع مصر لم تحدد خطها الأحمر من فراغ بل بناء على تخطيط وتقديل موقف استراتيجي مدروس على مختلف المستويات وبشرعية دولية وإقليمية كاملة المصدر كان من صحيفة RT منتظر رأي حضراتكم في هذا الخبر الهام والعاجل في مصر رأيكم مهم جدا في هذا الخبر تعالوا ننتقل لخبر تاني مهم جدا معنا وقوات البحرية المصرية والإسبانية يزلزلان البحر الأحمر أعلنت القوات المسلحة المصرية أن أوحدات منها ممثلة في الفرقات السويس نفزت تدريبا عسكريا مع الفرقات الإسبانية بقاعدة برنيس البحرية بالبحر الأحمر وفقا للجيش المصري فقد تضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية لتعزيز إجراءات الأمن البحري في جنوب البحر الأحمر وتحقيق التوافق في أداء المهام القتالية للأسطولين المصري والإسباني وبما يتطفق مع قواعد الدولية المعمول بها في أعالي البحر وأكدت القوات المسلحة المصرية أن التدريب يعد واحدا من التدريبات القتالية النوعية التي تساهم في تحقيق التعاون بين التشكيلات البحرية لمجابهة التهديدات والعدائيات المختلفة مع التدريب على استعادة الكفاءة للوحدات وإعادة تموينها بالبحر يذكر أن هذا التدريب هو الثاني من نوعه مع البحرية الإسبانية في فترة زمنية وجيزة بما يسهم في تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الإسباني والاستفادة من القدرات السنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكل الجانبين وتعزيز التعاون العسكري بين القوات البحرية المصرية والإسبانية المصدى كان من الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري لقوات المسلحة المصرية منتظر رأي حضركم في هذا الخبر الهام طيب تعالوا ننتقل لخبر تاني معانا في منتهى الأهمية والدول العربية تصدر قرارات هامة بشأن الحرب في ليبيا أصدرت الجامعة العربية حزمة من القرارات تتعلق بالأزمة الليبية مؤكدة التزامها بالقرارات الصادرة وآخرها القرار المرقم بـ 753 والذي صدر عن قمة المجلس في دونس وأكدت الجامعة على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية واستقرارها ورفاهية شعبها ومستقبله الديمقراطي وكذلك على ضرورة العمل على استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لدورها في خدمة الشعب الليبي وأشارت إلى أهمية الحل السياسي الشامل للأزمة الليبية وعلى دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات عام 2015 والتأكيد على دور كافة المؤسسات الشرعية المنباصقة عن الاتفاق السياسي الليبي ومخرجات مختلف المصارات الدولية والإقليمية وآخرها مؤتمر برلين وشددت الجامعة على الدور المحوري والأساسي لدول جوار ليبيا وأهمية التنصيق فيما بينها في جهود إنهاء الأزمة الليبية والترحيب بالبيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا والذي عقد في الجزائر في يناير الماضي وجدد المجتمعون ضرورة منع التدخلات الخارجية أيًا كان نوعها ومصدرها التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحضر توريد السلاح ورحبت الجامعة بكافة المبادرات والجهود الدولية وجهود دول الجوار الرامية إلى وقف العمليات العسكرية واستئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة ومن ضنها إعلان قاهرة المصدر كان من RT منتظر رأي حضرتكم في هذا الخبر الهم والعاجل تعالوا ننتقل لخبر تاني مهم جدا معنا وعاجل مصر تصدر قرارات جديدة بعد إلغاء حضر التجوال وعودة الحياة لطبيعتها أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قرارا بالإجراءات التي سيتم العمل بأحكامها اعتبارا من السبت المقبل 27 يونيو الجاري بعد فك حضر التجوال ونص القرار في مادته الأولى على إلغاء حضر انتقال وتعرق المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق ثم جاءت المادة الثانية حول دور العبادة فنصت على أن تستقبل دور العبادة المصلين لأداء الشعائر الدينية على صلاة الجمعة بالنسبة للمسلمين والصلوات الرئيسية الجماعية التي تحددها السلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين وأحددت ضوابط عودة دور العبادة وهي الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة والالتزام بالخطة التدريجية لأداء الصلوات التي تضعها وزارة الأوقاف والسلطات الدينية قائمة على دور العبادة بحسب الأحوال وغلق دورات المياه الملحقة ودور المناسبات بدور العبادة إما المادة الثالثة فقد نصت على السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والمطاعم وما يماسلها من المحال والمنشآت ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة وحددت المادة الضوابط التي ستنظم عمل تلك المنشآت وشملت الضوابط المقررة أن تكون ساعات استقبال الجمهور وتحديدا جلسهم من الساعة السادسة صباحا حتى العاشرة مساء والالتزام بكافة الضوابط والتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة وكذلك أن لا تزيد نسبة الأشغال عن 25% من الطاقة الاستيعابية وعدم تقديم الشيشة بالإضافة إلى اقتصار العمل بتلك المحال والمنشآت خارج الساعات المقررة لاستقبال الجمهور على تقديم خدمة التكاوي دون الجلوس وخدمات توصيل الطلبات للمنازل مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة ثم جاءت المادة الرابعة لتسمح باستقبال الجمهور بالمحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية المولات من السادسة صباحا حتى التاسعة مساء مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة وذلك على ان يستسنى من قيد التوقيت في هذه المادة المخابز محال البقالة بدالو التموين محال الخضروات او الفاكهة او اللحوم او الدواجن او الاسماك والصيدليات والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية بحيث يسمح باستقبال الجمهور على مدار الاربعة وعشرين ساعة وقد نصت المادة الخامسة من القرار على ان يسمح باستقبال رواد الاندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصلاة الالعاب الرياضية والنواد الصحية وفقا لضوابط تشمل ان تكون ساعات استقبال الرواد من السادسة صباحا وحتى التاسعة مساء والالتزام بكافة الضوابط والدليل الارشادي المعد من وزارة الشباب والرياضة والتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة وان لا تزيد نسبة الاشغال بصلاة الالعاب الرياضية والنواد الصحية سواء كائنة داخل الاندية ومركز الشباب او خارجها عن خمسة وعشرين بالمئة من الطاقة الاستيعابية ثم تناول القرار تنظيم اجراءات التواجد في المنشآت الثقافية والسياحية والفنية حيث نصت المادة السادسة على ان يسمح باستقبال الجمهور بدور الثقافة والسينما والمصارح بمراعاة الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة وقالها تزيد نسبة الاشغال عن خمسة وعشرين بالمئة من الطاقة الاستيعابية هما اربعتاشر مادة من القرار ولكن دول اهمهم المصدر كان من صحيفة ارتي منتظر تعليق حضراتكم عن هذا الخبر الهام والعاجل في مصر جينا لنهاية نشرة الاخبار كان معكم اسلام فويس اوفر على قناتكم مصر ميديا اي بي اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته